خلونا في مزيد يعني نغوز في عالم السوشيال ميديا لأنه عالم السوشيال ميديا مش بس الترند لا فيه الموضوعات المحتوى الاختراقات نقدر نقول الأبس الأبليكيشنز الكتيرة اللي بندخل عليها طول النهار واللي ممكن تنقل لك حاجات كتير وتعمل لك أذى كبير جدا هو عالم الحقيقة كبير وعالم بيتغير مش كل يوم ده بيتغير أحيانا كل ساعة خلينا نعيش ونغوز في هذا العالم مع أحد من الأسدزة المتخصصين وهو خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات مهندس أحمد طارق مساء الخير يا بش مهندس مساء النور إزاي حضرتك؟ ليه الشرف والله يمنعي من غير بقى ما يعني ندخل في كل المعلومات أنا أول سؤال حايت سأسأله لك فضلوا كمية الترند اللي بقت تطلع في العالم يعني أنت دلوقتي تدخل على أي حاجة سواء جوجل فيسبوك كل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وكده فيقول لك إيه أنا النهاردة ترند على كذا أنا ترند على كذا وبقى عامل هوس للناس بشكل كبير بالظبط حريك يعني قلت كلمة في الآخر حلوة جدا هوس للناس بشكل كبير الترند عبارة عن حاجة بتثير الجدل بين الناس بمعنى يعني ممكن فيديو صغير تافح جدا يبقى عليه عشرين تلاتين اربعين مليون مشاهدة في ثواني مش في أيام كمان لأن المنصات كبيرة قوي وعليها ناس بالملايين بتغذي ترند دي فكرة إنه الترند يطلع عايز بس أشرحها لحضرتك الأول إنه إزاي الفيديو ده بيركز على الموضوع ده للأسف الشديد إحنا المنصات التواصل الاجتماعي اللي حوالينا كلها بتركز أو اللغة رتمتها بتركز على الحاجات الهايفة أكتر من الحاجات التعليمية طبعا بمعنى إن لو حضرتك دلوقتي جبت فيديو هايف جدا طريقته مش يعني صح مفاش أي حاجة بس المنصة عشان تتشاف أكتر الفيديو ده لما يتنشر عليها وشاف الترافيك على الناس على الفيديو ده ساعتها بيمسكوا الفيديو ده بيحطوه في المحتوى الرئيسي في البرنامج نفسه اللي انت عليه فبالتالي بيظهر لكل الناس فكل الناس تشوف إنه دي حاجة ترند فبتدخل عليها بتزود الفيديوهات أكتر طيب هنا نقطة يعني هنا انت بتقول لي إنه أي حاجة إذن هي ما بتبقاش خلينا نتفق هي ما بتبقاش ترند في الأول لا ما بتبقاش ترند فالله هي بتبقى حاجة حايفة طب بتيجي المنصة بالزرق 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 بتقولك الحاجة هايفة دي أنا هعملها ترند طب عايزة أضيف لحضرتك هو ده الصح بس هضيف لحضرتك نقطة هنا هي ليه خلت المنصة تلقط الفيديو ده وملا قطتش فيديوهات تانيين كتير هايفين برضو هقول لحضرتك على حاجة نحن دلوقتي لما نمسك الموبايل قعدنا نتصفح أو نسوايب أب على أي مواقع تواصل اجتماعي على الريلز أو الشارس فيديو والحاجات دي كلها وقوفك على الفيديو خمس ثواني وفوق أكتر يعني خمس ثواني وأكتر المنصة نفسها أو لغراتمات الأبليكيشن نفسه عارف أن أنت عكبك المحتوى ده طب التالي تروح من السلالك زيه كمان بيجيلك زيه وفي نفس الوقت بيبقى الأبليكيشن بتاعك كله عبارة عن المحتوى ده وقوفي قد إيه خمس ثواني خمس ثواني وأكتر خمس ثواني وأكتر عشان برضو الناس تبقى عارفة يعني الناس تقولك لا لا أنت أنا بس بتفرج حتى الفرجة هي ممكن تساعد في ترند هايف هي بتساعد حقيقي في ترند هايف جداً لأنه كده كده أصلاً وقوفيك على الفيديو ده خمس ثواني وأكتر طب خلينا نكون كمان إيه يعني مفيدين للناس يعني أنا الوقتي شفت محتوى وشايف أنه المحتوى ده هايف تمام وعلشان أنا يعني عاقلة أو لكل الناس اللي إيه فبدل ما أنا أشوف بيقول إيه أنا أقلب على طول ما تدلوش خمس ثواني حتى آه لأ عشان ما يزيدش هي الفترة اللي بين ثانية وخمس ثواني الفترة اللي حريك بتكراري هتتفرجي ولا لأ لأنه كلها ستين ثانية أو ثلاثين ثانية عرفت إنك تصفحت آه لغرت مثل منصة نفسها عرفت إنك بتهتم بالموضوع ده فبالتالي بيجيب لك كل حاجة جرابي حريك كده تقفي خمس ثواني وأكتر على محتويات تعليمية أو محتويات بتفيدك هتلاقي كل المنصة بتاعتك بقت مفيدة جداً وبقت فيها تقدم حلوة أو في الموضوع ده طب خليني أقول لنا ناخد مثال كده للناس لو أنا عملت حاجة دلوقتي أنا مسكت كده المنج ده بتعبيت للكل عفواً ورميته على الضيف أوكي ده بقى فيديو ده بقى فيديو ترند ده حيعمل مشاهدة أكتر من الحوار اللي إحنا بنتكلم فيه المحترف هو قل رادي عمل مشاهدة أصلاً أنا لما هعمله كده أنا خلاص أنا يعني هنا عملته واتزاع الفيديو ده فتزاع فلا أول وقت تزاع هنا في المنطقة بتاعتي بيتحمل إزاي؟ دينا مثل على الفيديو تافه ده بيحصل في إيه؟ تمام بيتنقل بقى إزاي حررتك الفيديو ده؟ الفيديو ده بكل بساطة يعني زي ما قلنا في الأول خلاص إحنا وقفنا على الفيديو خمس ثواني الفيديو اللي حررتك رامت الكوباية علي وعلى الضيف وحكذا خلاص تبقى أقول لك المزيعة اللي رامت الكوباية على الضيف فبقى هو فيديو بالضبط إحنا بقى هنا اللي بنعمل من الولى شيء شيء بمعنى اني أنا مثلا شخص عندي ثلاثة أربعة من يوم متابعة تمام هتكلم عن الفيديو ده بيطلع في عبوره أكتر ده واحد ده واحد ونقطة في بحر ده واحد ونقطة في بحر بالضبط شفتوا الفيديو اللي عمل كذا ده اللي بيعمل من الشيء يعني والولى شيء شيء فبالتالي ده واحد ده نقطة في بحره خلي بالك تاني حاجة والأهم من ده لغرتمات الموضوع المنصة بتختار الحاجات اللي بتصير الجدل بين الناس عشان تظهرها أول حاجة عشان هي اللي تطلع ويقولوا خليني برضو ماشي معاك في هذا المسأل لا ده بيحصل للناس فيديو تافه أخدوا أحد عنده متابعين كتار تكلم عليه فالمنصة هنا انتبهت لأنه اللي عنده متابعين كتار دول بالعشر تلاف ولقوا إنه في ناس بتعلق هم هنا بقى يعملوا بوست هم هنا يزودوا على طول يزودوا من ناحية إيه حدودة؟ يزودوا بقى عليه المشاهدات يزودوا ده من قبل المنصة بالضبط هم مش بيزودوا على الفيديو مشاهدات هم بياخدوا الفيديو حطوه في منطقة أعلى أو بيحطوه في السوايبر إن هو الأول ما تعمل سوايب أو تحرك الشاشة في الفيديو تاني يجيلك على طول فبالتالي بتزيد مشاهدات الطريقة اللي مباشرة أحيانا إنت وإحنا عندنا دول في منطقتنا العربية ما زال عندها يعني بتحاول إن هي تقف على رجليها بتحاول تحسن الأداء بتعمل الاستحقاقات الخاصة بالدولة أمنيا إن الدولة تقوم بارلمانها يقوم حزابها تقوم وهكذا بيص يطلع اللي بيهدموا الدول أكيدا ويعملوا فيديوهات لهدم الدول اللجان الإلكترونية اللجان دي بقى عايز أعرف إزاي بتبقى منتشرة كده رغم إنها يعني ما عندهاش هذا الكم من الناس اللي منتبهة ليه في برضو بعض الناس الطيبين يقولك نشوف حيقولوا إيه فأنا عايزك تقول للناس اللي بيقول نشوف حيقولوا إيه دول بيزودوا إيه مشاهداتهم وهم نفسهم بمحتواهم الضعيف ده إزاي بيعملوا الانتشار ده؟ هقول لحضرتك على حاجة اللي كان الإلكترونية دي عبارة عن أشخاص مسكين حاجات كتير على الإنترنت بمعنى سيرفرات معينة السيرفرات دي هي اللي بتغذي مشاهدات وهمية هي اللي بتعمل ترند على منصات كبيرة جدا لمدة معينة من الأيام مدفوعة الأجر الترندات اللي حضرتك بتشوفيها دي وبتطلع كل شوية 80% من اللي جان الإلكترونية دي مدفوعة الأجر بمعنى إنه هما لو خدوا موضوع معين منتشر في الدولة أو منتشر في أي حتة عايزين يعلوا بيدفعوا للسيرفرات دي أو يدفعوا للخوادم دي إن هي تخدم لهم فيوهات فيك حضرتك أي ترندات بتشوفيها 80% منها فعلا بتكون مدفوعة الأجر فأنا لما شوف أقول يا ده شافوا مثلا شاف الفيديو ده مثلا 100 مليون أو كذا فممكن مبقاش حقيقين خالص بالعكس ممكن دلوقتي أنا حضرتك نصور فيديو عادي جدا تدخلي تزويدي مشاهداته تدخلي تزويدي عدد المشتركين عدد أي حاجة تشتري ترندات محصر ده بالنسبة للأشخاص هل هناك دول أيضا بتلعب إنها تدمر دول من خلال السوشال ميديا؟ الدول دي وراها أشخاص بتدمر دول تانية من خلال السوشال ميديا إحنا اللي في إدينا نشوف الأشخاص دي وفي إدينا نملك نفسنا من الموضوع ده ونمشيش ورا الفيديوهات والأرقام إزاي بقى؟ إدينا نصور هقول لحضرتك على حاجة أي رقم دايما ما تؤمنش به لو أنت بتقدم محتوى أو بتشوف حاجة وهمية عندك لازم تتأكد من مصادر الدولة اللي أنت فيها لأنه في دول تانية بتوقع دول تانية زي ما حدرتك قلت عن طريق السيرفرات وعن طريق الحاجات اللي إحنا وضحناها للناس هنا ودي كلها حاجات مدفوعة الإنترنت متقدم جدا ومشان حاسب التقدم التكنولوجي ده على سوء استخدام الآخرين ففي نفس الوقت موضوع الفيديوهات والأرقام دي مش عايز حد يصدقها خالص لأن دي حاجات بتكون فيك ومدفوعة يبقى أول حاجة خلاصة نقول إيه إنه عدد المشاهدات أو عدد اللايكات أو عدد الكومنتات والمتابعين ده ممكن يبقى مزيف ده أكيد ممكن يعني أكيد بنسبة 80% بيبقى مزيف وحركت تقدر يتزودي ده بنفسك المشكلة كلها أنا بقى في مصر أنا مواطنة كده في مصر إزاي أأمن نفسي وأمن بلدي أنا كمان إزاي أحس بالأمان يعني أعمل من ناحية إيه بقى لأنه الأمان بحر واسع جدا الأمان بحر واسع يعني أحيانا مثلا تلاقي خبر حدثة الحوادث في العالم كله على فكر بزرح ومفيش دولة في العالم مفيهاش حدثة بس أحيانا تلاقي إيه إنت تعيش في مصر مثلا حدثة اتنين ثلاثة مالوا السوشيال ميديا وكأن الشارع المصري بقى كده والحياة مش كده بالعكس أنا لسا عندنا أمن وأمان وبننزل وبنطلع وأولادنا بيروحوا وبيرجعوا إزا آه في حوادث بس إحنا فوق المئة مليون فلما يكون عندك ست سبعة تمن عشر حوادث مش معقول تختارك السوشيال ميديا وكأن المجتمع المصري تحول إلى ذاك أو المجتمع العربي في حاجات اسمها الريليتيد فيديو أو الفيديوهات المشابهة اللي موجودة أو الأخبار المشابهة صح وانس من المنصة أو أول ما المنصة تحس إن فيه خبر جابتها فعل كبير عليه وحضرتك واحدة منهم هتقلب لك برضو الأخبار كلها لحوادث فبالتالي تغزي الشهوة يعني حادثة واحدة فيجيب لك ستين حادثة بقى طبعا وده بيبقى عيب من المستخدمي اللي بينشروا الحوادث اليومية عشان خاطر يلحق وراء التريندات أو يلحق وراء الفيديوهات الرائجة اللي موجودة أو الأخبار الرائجة اللي بتزهر في أول حاجة في النيو فيدس فدي مشكلة بأيدينا إحنا نحلها فأفنا لو شفت حاجة كده وأنا مش عايزاها في الحل إيه بقى؟ تعملي إيه؟ تعملي إيه؟ فيه تلات نقاط بيبقى في أي تلات نقاط دول نعتمدين معنا في أي منصة تلات نقاط دول هتدوسي عليهم وهتلاقي كلمة اللي هو هايد أو إخفاء المنشور ده أو إخفاء المحتوى المشابه المثيل له هايد أو إخفاء بالظبط ده هيسهل من حاجات كتير جدا أو ما يجيليش أخبار من الشخص ده أو من المصدر ده بالظبط كده فأنا عمله إخفاء أو هايد؟ طبعا لأنه هيسهل من حاجات كتير جدا وفي نفس الوقت هتقلل عبور الحاجات دي فطبعا إحنا لو كلنا عملنا كده مش يبقى في حاجة اسمها ترندات وهمية أو ترندات هايفة لا قوي إذا أنا عندي صفحة لطيفة طلع لي معلومة لطيفة يطلع لي حد بيقول رأي كويس يطلع لي حاجة بتبقاش صفحة على بل ما تخلص من كل الحاجاتي بس بني وبني كأستاذ شافكي هقولك على حاجة أنا واحد من الناس أنا ضد إن أنا أقدم محتوى تعليمي دايما لأ أنا واحد ثالث قوي بحب أوضح للناس إزاي يقدمهم محتوى كويس بمعنى الوقت المحتوى المفيد يظهر إزاي عايزينه يظهر بشكل لطيف لازم يكون فيه حسه فكاهي برضو في الموضوع لازم برضو في نفس الوقت ما يكونش تعليمي دايما بالضبط فأنا لازم أشتغل بالذات على السوشيال ميديا على صناعة للمحتوى بجاذبية لأ بالضبط صح؟ إنك قريب من الناس هو زي الحوار اللي بيني ما بيني هو حوار لطيف علشان إحنا بنكلم الناس في البيوت وعايزينهم هما يكونوا قاربين إيه أكتر الأبس أو أكتر المواقع أو أكتر يعني كل الـ اللي بنستعملها آمنة في التحدث وفي الصور وفي الخصوصية؟ مفيش نظام تشغيل آمن بنسبة 100% مفيش بالتالي ما بيكونش فيه أبليكيشن آمن بنسبة 100% وأكتر أبليكيشن آمن بنسبة 100% هو الأبليكيشن اللي بينزل على موبايلك من غير ما ياخد أي إذن عندك ديني أمثلة زينا؟ أو مثلا يقول لك إيه؟ مثلا دلوقتي التطبيقات اللي احنا بنستعملها دلوقتي أنا مش عايزة أقول طبعا أسامي عشان الدعاية والإعلان والكلام ده بس هي فكرة التطبيقات اللي احنا بيستخدمها دلوقتي أغلبها بيكونوا واخدين أذونات كتير صحا احنا ما فيش تطبيق دلوقتي ما بياخدش أذونات مننا نعمل إيه؟ نقفل الأذونات كلها ونستخدمها عند الاستخدام بس دلوقتي تصورت بتطبيق معين أو شات معين أو كده ما سيبوش مفتوح تديلي الأذن وتقفليه أنا بعمل تده أنا وعليك إنت عايزني تسمح في أنك أخيانين تستعمل التطبيق ده مرة ولا على طول قوله مرة مرة وغير انه مرة كمان فيه اجهزة ما بتطلبش منك اللي هي مرة او على طول لا اقفليها وقت ما تشغليها ترجعي تقفليها تاني بكل بساطة وانا من خلال برضو برنامجكم الكريم بناشد اي حد مهم في اي مجال كبير جدا عنده تطبيقات تواصل اجتماعي بنصحه انه يقفل اي اذن بياخده لانه انت 24 ساعة في ايد غيرك مفتوح في ايد غيرك خرفيا طب فيه تطبيقات لما تقولك ايه يعني انت بتبعك الشخص اللي انت عايز تتكلم معاه بانه تبقى التواصل ما بينكو سري يقولك انتو انت اللي هو التشفير دي برضو امينة ولا برضو مشاهدة هي دي امينة من حيث الاشخاص العاديين ما بيقدروش يدخلوا ويقتحموا اللي هو الشاتات او السيرفر اللي بينك وبينه ومتشفر بس هي مش معنى كده يعني انا عملت قبل كده تجربة عملية خطيرة جدا الموبايلين اللي قدام حضرتك دول دلوقتي موبايل فيهم كله ميرور على الموبايل التاني والموبايل الاولاني مفهوش اي تطبيق حرفيا حتى لو جبتي حد من الـ IT بمعنى تطبيق ده مخفي ما هون شقدر يطلعوا لأياني انا اللي خفي بايدي فبالتالي واخد اذني من كل حاجة وشايف كل حاجة حتى شات الواتساب حتى شات التواصل الاجتماعي واي امكان ايه الشاتات دي كلها محمية بس بطريقة صغيرة انا اللي بوصت الموضوع ده كله ليه؟ لانه في ناس كتير قوي بتمشوا وراء اهواءها بتدخل على لينكات بتنزل برامج في ناس يقول لك نزلي مثلا تطبيق الدهبي مش عارف ايه اللي بيديك مميزات عدم ظهوره مش عارف ايه حاجات طبعا دي كلها فتر كلها مزيئة ولازم ناخد بالنا منها لانه المواضيع دي كبيرة اخر كلمة ازاي الناس تأمن وما يبقاش فيه اختراقات قد ما يقدرون اول حاجة ما تدسوش على لينكات وهمية ما تدخلوش بياناتكم في اي حاجة دايما خلوا بالكم من التطبيقات البديلة اللي خارج المتاجر الرئيسية بتاعتكو بمعنى فيه تطبيقات بتديك ميزات وهمية او ميزات انت بتستخدمها فعلا تطبيقات دي الشركات اللي انت عارفها اللي لها مصادر معروفة بالضبط التطبيقات دي شخص زي حضرتك هو اللي معدل في الاكواد بتاعها وكل حاجة عنده فبالتالي خليك مع التطبيقات الرئيسية حتى التطبيقات الرئيسية برضو الازونات دي لازم تقفلها اول بول دايما تخلي تطبيق حماية معروف جدا عندك تطبيقات انا دايما بستخدمها ومعروفة في نفس الوقت لازم تشاك على موبايلك اول بول من حيث انه انت لو اديته الحد التلات ثواني او الاربع ثواني اللي مسيكون فيه ممكن ينزل فيه حاجات مخفية فبالتالي اللي هتمنعها من الكلام ده تطبيقات الحماية الوصفة السحرية ان انا اعمل ترند بحاجة تسعد الناس او حاجة تفيد الناس في البيوت او حاجة تعلينا في العالم العربي ايه الوصفة السحرية الوصفة السحرية ان اول حاجة الفيديو لازم يكون بيتكلم عن حاجة مفيدة زي ما حضرتك قلتي تاني حاجة لازم عنوان الفيديو يكون صادق بنسبة 100% على محتوى الفيديو بمعنى انه فيه ناس تقولك ادخل شوف اكبر خمس خطوات لتسريع الموبايل تدخش يتلاقي حاجة تانية فده غلط الصدق الموضوعية والجاذبية العنوان يكون جاذب كاتشي اللي هو اكتر تلاتة افضل حاجة افضل خمسة لازم يكون فيه قصة دايرة في الموضوع بحيث ان المتابعة يدخل يشوف الخمس خطوات اللي هتفيدو التلات خطوات اللي هتفيدو تلات حاجة فيه حاجة اسمها ثمب نيل او الصورة الخارجية اللي بتبقى موجودة في الفيديو مثلا اكتر خمس حاجات اللي الخمسة معلش عفوا الخمسة انا بقولها اكتر خمس حاجات الخمسة دي مثلا الصورة دي اسمها ثمب نيل الصورة دي على قد ما تصرفي وقت في الفيديو كبير لازم تصرفي وقت برضو في الصورة دي لان الصورة دي هي اللي بتحرك المنصة وعبرها فالصورة مؤثرة طبعا تعمل مليون تعليقات طبعا الناس ممكن تخفرلك في الصورة مش مهم لو الصورة متصعرة بموبايل بس عمرها ما تخفرلك في الصوت لازم يكون هاي كوالتي جدا لانه برضو المنصات بتختار الصوت اول قبل الصورة بحيث ان الصوت هو اللي هيسمعه فإذا انت بتكلم الصوت الصورة المحتوى العنوان الجاذبين بالضبط عارف من كلامك بحس انه السوشيال ميديا وان كانت الناس بسيطة الناس لازم تعرف انه في مراية على كل دولة طبعا مراية كده طبعا فاحنا نشوف الشعب ده طيب وآمن ومستقر وبيعمر وبيبني تعالوا نجننه في الاتجاه فنعمل حاجات ونغذي فالناس لازم تبقى طبعا الموضوع ده طبعا عايز له حلقات نتكلم ازاي توضحات اللي جاندي بتعمل ايه بحيث ان هي ممكن تستخدم توبك معين او حاجة معينة تحطها في حاجة تانية او فيديو تاني فيك تطلع ترند والترند ده يبقى شائعة فتيجي الجهة المعنية طبعا بنوعي الناس انه هما الفرق بين ده ده والجهة المعنية توضح الشائعة من الحقيقة وهكذا اخر حاجة لكل ناسنا موبايلاتنا نقفلها وهي جنبنا ولا نسيبها مفتوحة هقول لحضرتك حلوة السؤال ده مش حضرتك وانتي قاعدة دلوقتي ممكن لو قلنا كلمة غسالة خمس مرات تخرجي برا هتلاقي الغسالة موجودة اه ايه اللي بيحصل مية في المية دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض هنروح بيوتنا هلقين عند بعض people you may know او احنا عند بعض ليه ده بسبب ان الطبيق واخد اذن للوكيشن فبالتالي احنا جمعنا اللوكيشن هنا في خمسة كيلو او خمسة متر هلواخد اذن من سيري بأصواتنا سيري ملوش دعوة خالص هو واخد اذن من المايك بأصواتنا 24 ساعة فبالتالي عن طريق الزكاة الاصطناع واللغراتمات الموجودة يبحث على الكلمة انا وانت والمخرج والسطاف كلنا عندنا الغسالة ياولاد حلقيه على موبايل حضرتك قلت ايه دلوقتي غسالة لغراتمات البرنامج البرامج اللي عندنا كلها ولغراتمات الزكاة الاصطناعية اللي موجود طيب الحل ايه اقفل الموبايل وانا ما اتكلم ما تقفلوش خالص خليش اتغلب استعمالي التكنولوجيا عادي جدا ايه فردان عايزة يعني في حاجات مش عايزة عايزة اتكلم فيها في حاجتين هتعمليها اه التطبيقين هو انا مش اقول اسمقهم بس انا هقول مفهومهم اللي يجيبلك التطبيقات دي حاجة اسمها مايك بلوك وكاميرا بلوك تمام المايك بلوك ده بيقفلك المايك من كل التطبيقات اللي موجودة عندك بمعنى مش هياخد اي اذن موجود فبالتالي مش هيسمع كلامك 4 ساعة فالمايك فين ده بل اه ده تطبيق اه في المدر تطبيق في المدر اسمه مايك بلوك مايك بلوك فانا ادخل انزله في اللي يكون هو ده وصف التطبيق هتلاقيه اول حاجة بعد كنت نزله ده معروف والتطبيق التاني اسمه كاميرا بلوك بيدي وده معناها ايه دم يعني ان انا بخي ما حدش بص علي بلوك على الكاميرا عارفة زمان كنا منحط لازقه على اللاب توب او فيه ناس ما زالوا بيعملوا كلام عارف الاقمن ايه يعني مهندس احمد طارق الاقمن ان احنا ننتبه والاقمن ان احنا ناخد بالنا احنا بنخدم ايه وبنقول ايه ونحارب بالمحتوى الجاي بالجذاب اللطيف اللي يعمر اللي يبني اللي يخليني كمان سعيدة بالضبط يعني خبير بجد نظم المعلومات والتكنولوجيا انا بشكرك شكرا جزيلا وهمس احمد طارق نورتنا في بيكي الكل اهلا